هذا الهاتف سينافس بقوة هواتف أبل والسامسونج الرائدة نعم هاتف لاكشي بموصفات عالية جدا وهو الموتورولا الإيدش 40 برو من أفضل الهواتف لهذه السنة الهاتف تميز بمعدل تحديث عالي جدا مع أحدث معالجات كوالكوم مع كاميرات ممتازة والسرعة الشحن رهيبة إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتعرف على كامل التفاصيل ولكن قبل ذلك دعمنا بلاك للفيديو تحفزينا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام مباشرة نبدأ بالتصميم في هاتف الموتو إيدش 40 برو يأتي بتصميم اعتيادي من شركة موتورولا تصميم الظهر عادي بحواف دائرية مع وجود شعار الخفاش اللامع في المنتصف الهاتف يأتي بخامات قوية فالظهر مصنوع من الزجاج القرن غريلا غلاس فيكتس والإيطار يأتي بخامات من الألمانيوم ويزن 199 جرام مع السمك 8.6 مليمتر ويأتي باللون الأسود والأزرق كما أنه مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 تصميم الشاشة تأتي على شكل الثقف أعلى المنتصف وتتميز بحواف مستديرة على طول الجانبين ومحيطة بالكامل حواف منحنية وتستحوذ على نسبة كبيرة تصري إلى 90.5% من الوجهة الأمامية الهاتف لا يدعم تركيبة ذاكرة الخارجية ولا يدعم منفل السماعات 3.5 مليمتر وهذا شيء معتاد في فئة الفلاكشيف أيضا الهاتف يدعم صوت ستيريو قوي سيقدم لك تجربة صوتية مميزة كما أنه يدعم ميزة الـ NFC وبصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة وتميز الهاتف بشاشة ممتازة بمعدل تحديث عالي يعني الهاتف ليس موجه للألعاب ولكن يأتي بمعدل تحديث عالي تخيل فقط 165 هرتز رح يكون أكثر سلاسة من معظم الهاتف الأخرى فالشاشة تأتي من نوع أوليد بحجم 6.67 إنش بدقة الفول HD بلاس مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل كل إنش وتدعم الشاشة ميزة الـ HDR تان بلاس والدول بفجن وواحد مليار لون ولديها صوت وعجي يصي إلى النيتس أيضا معدل التحديث يتغير تلقائيا من 60 إلى 90 و120 هرتز وهذا لحسب استعمالك للهاتف أيضا سيتم السماح بالألعاب التي تدعم معدلات الإطارات العالية بحد أقصى يصل 120 هرتز وهذا في الوضع التلقائي ومن الشاشة ننتقل إلى البطارية أداءها جيد في الاستعمال اليومي فهي تتبيه حجم 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط لذلك رح يشحن الهاتف 50% خلال 6 دقائق فقط وتشحن بالكامل خلال 23 دقيقة فقط أيضا الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط ويتميز هاتف الموتو ايج 40 برو بمعالج قوي وهو ستنبرغون 8 الجيل الثاني رح يقدم لك آداء أعلى بنسبة 35% وكفاءة محسنة بنسبة 40% لوحدة المعالجة المركزية أيضا هذا المعالج يدعم ذواكر الجديدة والأسرع UFS 4.0 والLBDR5X الهاتف يتي بذكارتين للتخزين 265 مع 12 جيجا رام و 512 مع 12 جيجا رام فعلى منصة الآداء حصل على أرقام ممتازة فعلى منصة الجانجباش 5 في النواة الواحدة حصل على 1482 نقطة وفي النواتين حصل على 4296 نقطة وعلى منصة أونتوتو حصل على 1.270.000 نقطة أداء الهاتف قوي ومستقر خاصة مع معدل التحديد العالي 165 هرتز لذلك رح تكون تجربة مثالية أيضا الهاتف يدعم تقنية التبريد متكونة من 11 طبقة الهاتف يتي بنظام الأوندريد 13 مع واجهة سليسة وسريعة ومستقرة وهذا بفضل الأوندريد الخام لشركة الموتو منظومة الكاميرات الخلفية تأتي بثلاث عدسات الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 بحساس بحجم 1 على 1.5 إنش تدعم المثبت البصري والكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا وهي للتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وهي لطول فوتو مع وجود فلاش ثونائي من نوع ليد بجانب الكاميرات أيضا الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 أف بيس وتصور بدقة 4K بمعدل 30 و60 أف بيس وتصور أيضا بدقة Full HD بمعدل 30 و60 و120 و240 و960 أف بيس كما أنها تدعم HDR 10 بلاس وألوان 10 بيت في الفيديو وأما كاميرا السيلفي فتاتي بدقة 60 ميجا بيكسل تصور الفيديو ودقة 4K والفول HD بمعدل 30 و60 أف بيس وأخيرا سعر الهاتف فيبدأ بسعر 900 أورو على العموم هاتف الموترول للإيدج 40 برو يتميز بخامات قوية مع الشاشة بمعدل تحديث عالي 165 هرتز أيضا يملك بطارية ممتازة مع دعمي للشحن السريع ويتميز بمكبرات صوت سري وعالية مع دعمي لتقنية الدول بأتموس واجهة سلسة وسريعة مع ثلاث سنوات تحديثات النظام ويتميز أيضا بمعالج قوي رح يقدم لك تجربة آداء ممتازة والكاميرات رح تقدم لك صور جيدة سواء الأمامية أو الخلفية وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وهل سينافس هواتف أخرى من آبل وسامسونج وهواوي رجاء شاركوا نراكم في التعليقات دمتم في رعاة الله وحفظه